أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يعني هذا من الحديث القدسية يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ يديك شغلا ولم أسد فقرك الحديث رواه تربذي وحسنه وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيفة وابن حبان والحاكم وعند التنمذي وابن ماجة وغيرهما أملأ صدرك غنى يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك أو صدرك والقلب في الصدر والحديث صحاعة والحاكم ووافقه الذهب وقال ابن مفلح في الأداب الشرعية حديث جيد حديث جيد وروا أبو نعيم عن خيثم بن عبد الرحمن قال مكتوب في التوراة يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ قلبك شغلا أملأ قلبك شغلا ولا أسد فقرك والحديث هذا فيه قوله يا ابن آدم هذا نداء عام لا فرق فيه بين عربي وأعجمي وأبيض وأسود فمن استجاب فمن استجاب كان له الوعد ومن لم يستجب نزل عليه الوعيد تفرغ لعبادتي قال القاري أي بالغ في فراغ قلبك لعبادة ربك اجعل القلب متفرغا لعبادة الله دعاء تلاوة مناجاتا خوفا رجاءا توكلا حياءا إخلاصا اجعل املأ بالغ تفرغ لعبادتي بالغ في فراغ قلبك خشوعا في الصلاة احتسابا في الصيام خضوعا خشوعا في الحج وهكذا تفرغ لعبادتي بالغ في تفريغ قلبك لعبادة ربك كن فارغا عن كل شيء إلا العبادة اصرف وقتك فيها هذا من كلام الشراح تفرغ عن مهماتك لطاعته لا تشتغل باكتساب ما يزيد على قوتك وقوت أهلك وقال العلاء رحمه الله أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته ومن جملة ذلك أن لا يكون في القلب شاغل عن الإقبال على طاعته سبحانه وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما خبر بأن الفراغ من النعم التي لا يريق إهمالها فيض القدير طبعا العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأعمال اسم لغاية الحب لله وغاية الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا فالحب يوجب الذل والخضوع والطاعة والقلب لا يصلح إلا بعبادته وحده طيب هل المقصود من الحديث التفرغ التام للعبادة وترك مهام الدنيا وإهمالها بالكلية ثم الناس ما حالهم في هذا الأمر في ناس هناك ناس مكفيون يعني ترك له أبوه عقارات مؤجرة مثلا هذا إشي تعب في إشي تعب لا يكاد يتعب هذا عليه واجب عظيم في شكر الله هذا لو يروح يشتغل في التجارة ويفتح أعمال وسوي يعني هذا مسكيد لأن الله أعطاه شيئا دارا لا تعب فيه فيفتح مجالات زيادة ليش خاصة هذا خطأ واضح هذا بالنسبة لفهم موضوع وللآخرة خير لك من الأولى هذا ما هو فاهم الهدف ليش خلقه الله ما هو فاهم فاهم نظريا بس عمريا لا يعمل بي ما يعرفه نظريا في فاصل بين معرفته النظرية وواقعه العملي هذا نوع في نوع آخر من الناس عطال بطال عانى على غيره يعني يأخذ من مال أبيه من مال أمه من أخته الموظفة ما يبغي يشتغل فهو ما هو مشتغل بالدنيا ليس زهدا فيها والدليل أنه يحسن علاقاته مع أخته في آخر الشهر ويتضارب معها في أول الشهر واضح خرص ومثل هؤلاء أيضا من يعيش على السرقة أنا مرة جرى بين جرى يعني حديث بيني بين واحد من الشباب هاتفي يعني لا أعرفه قلت أنت الآن يعني ليش مضيع نفسك في المخدرات طب أصلا من فين تجيب فلوس عشان تجتري مخدرات قال عندي سيارة أوصل عليها بالأجرة مسروقة كم موديلها قال 2005 قلت 2005 وتوصل قال والله الآن على العيد ناوي أسرق واحدة جديدة طيب ليش ما تروح تشوف وظيفة كويسة تشتغل فيها حلال قال أنا عندي وظيفة قلت إيشي الوظيفة قال أروج يجي ناس يعطوني ثلاثة كيلو حشيش قل روجها يعني في ناس سبحان الله العظيم يعني هو هذا ترى ممكن يكون من النوع اللي ما هو يعني جدا حريص على الدنيا لأنه إذا يعني إذا 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 حتاج سيارة يسرق إذا حتاج مال يروح يأخذ كم كيلو حشيش ولا حبوب يروح يروجها مشوار خرص يجمع على آخر يكفي شهر شهرين ثلاثة في ناس ترى في الواقع كذا عايشين ما هو هذا شيء طيب هؤلاء يعني 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 ما هو هلوع لما يبغى بس من الحرام يعني لما يحتاج يروح يدبر نفسه وفي ناس عطالين بطالين على التسول ففي يعني من جاء الآن ترى في المجتمع يعني سبحان الله العظيم تجد الناس الهلوعين الجشعين طماعين يشتغلون في كل مجال من الصباح إلى الليل كله شغل 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 ورشه يعني يبغى يجمع مال أكبر ماء أكبر أب أكبر مبلغ يجمع هذا خلاص من النوع اللي يعني ما عنده في وقت يعبد الله يعني وحتى لو دخل في الصلاة كلها يحاسب مو يحاسب نفسه لا يحاسب الدكان الأول الدكان الثاني مشروع الأول مشروع الثاني المثل بس يجرد محلات يجرد تجارات يجرد تفكر كذا كل همه في ربحة وخسرة واشتغلنا وما اشتغلنا وبعنا وما بعنا وكم بعنا وكم راسمالنا وكم أرباحنا وكم التكلفة وكله عنده ميزانيات يعني في الصلاة ميزانيات اللي داخل واللي طالع والكم وطرحه وجمعه وضربه وقسمه وشغال عمليات حسابية ولذلك هذا مشتت مشتت يعني ففي ناس مشغولين بالدنيا وفي ناس عطالين بطالين يا على الحرام يا على التسول أو أخذ المال بالإحراج 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 يعني في ناس ما يسرق لكن لكن يحرج غيره ليعطيه أو يستدين ولا يوفي يستدين هو ناوي إنه ما يرجع وعايش على كذا قد سئلت قريبا سؤالا أن لدي من الأقارب واحد عايش على هذه الشغلة يستلف وما يرد ويروح يستلف وما يرد يستلف ثم الناس يجوا يطالبون يقولوا أخوكم ما سدد قريبكم ما سدد فنروح نسدد عنه طبعا يعني هذا هذا أخذ المال بالإحراج يعني أخذ المال هذا أصلا هذا من أنواع من أكل المال بالباطل الذي يأخذ أموال الناس يريد إتلافاء أتلفوا الله طبعا كان السؤال هو هل يجوز ما نسدد عن قريبنا هذا حتى لو دخر السجن ولا تعتبر قطيعة رحم بعض الناس عندهم يعني أيضا ورعوا خوف من الله يعني الآن لو قلنا لو جاءنا واحد قال أخوكم ما سدد إذا ما ترى سدد ترى بشتكي وادخل يدخل السجن نقول خل يدخل السجن هل نفعل ذلك ولا علينا إثم طبعا مثل هذا إذا تمادى إذا تمادى خلي السجن يربي يمكن سبحان الله يمكن يتربى في السجن لأنه الحرية لا تصلح له يمكن السجن يصلح له أو يصلحه فلا يعتبر من قطيعة الرحم يعني هذا كل واحد يجي والله يقترض 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 ورح بعدين ارمي على أقاربك وارمي على أسرتك وعلى عائلتك وخلي سدد عنك هذا ما هذا ليس مما يجب أن يعني ينقذ لأنه يتمادى يتمادى يعني ما في حد يعني لأنه بقية السؤال وأولاده تربوا على كذا والآن بدأوا نفس الشغلة كبروا اشتغلوا بشغلة أبيهم مهنة 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 إيش عمل الوالد هو كذا الحين هذا يعني ياليت أن هؤلاء مثلا قالوا والله ما دام جان مال من غيرنا بدون تعب بس استجداءات وإحراجات واستدانات بدون نية الإعادة ليتهم راحوا تفرغوا العبادة يعني راح مثلا جعل خلاص الآن في المسجد لا يروح هذين شغل هين تسكعات مقاهي ألعاب إلكترونية و خلاص يبدأ الأموال هذه اللي جمعها بهذه الطرق بالشحاذة والاستجداء وبالاستدانات الباطلة والإحراجات يبدأ يعني ينفقها في أشياء تشغله عن الله والدار الآخرة الشاهد أن الناس الناس أنواع في موضوع يعني الشغل الاشتغال بالدنيا ليس المقصود من الحديث يابن آدم تفرغ هذا نص الحديث يابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك إيش معنى تفرغ لعبادتي هل معناها ترك الاكتساب للإنفاق على الأهل لكف النفس عن السؤال لا وإنما المقصود أنك تكف نفسك عن السؤال وتنفق على أهلك ولا تشتغل بأشياء إضافية لا تحتاج إليها تشغلك وتلهيك عن عبادة الله أصلا الفقر يعني إذا واحد يستعيذ بالله من الغنى المطغي يستعيذ بالله أيضا من الفقر المنسي لأنه أحيانا يصير يعني مشغول نفسيا مهموم ملاحق من ملاحق من الدائنين قال الحافظ العلاء رحمه الله أمر الله في هذا الخبر بالتفرغ لعبادته بحيث لا يكون القلب مشغول عن الطاعة إذن ليس المقصود من الحديث ترك الدنيا وإهمال الدنيا بالكلية ولكن المقصود أن لا تشغلك الدنيا عن الآخرة واكتفي فيها بالكفاف كما روى الإمام أحمد رحمه الله عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه قال طيب عن الحسن قال لما احتضر سلمان رضي الله عنه بكى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب هذا إذا كان السند صحيحا معناها أن الحسن أدرك سلمان رضي الله عنه سلمان عمر والحديث صحاه ومحققون مسند على أي حال محققون مسند أحمد طبعة الرسالة قال سلمان بكى سلمان رضي الله عنه عند موته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لأهله إلا بشي طيب القوت ما يسد الرمق وفيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك طبعا الآن وعصرنا يا جماعة عصر مختلف تماما يعني من زمان كان واحد يأكل ما يعني خبزة شعير خلاص الآن الشعير على في الدواب يصموه مع تهر يعني ما طيب تقول له يعني القوت يعني فقط يعني رز قمح تمر يقول لا كيف هذا صنف واحد وبالتبغاني كيف يعني أنا أكل بس رز طبعا يعني ليس حراما وياكل يأكل ما يريد من الطيبات لكن في النهاية قضية اشتغال القلب عن الله هي ما نريد الفرارة منه إذا انشغل القلب عن الله لا عد فيه خشوع في الصلاة ولا فيه تركيز في العبادة يفقد لذة الطاعة وينشغل عن أطيب ما في الدنيا لأن لذة الطاعة أطيب من أطيب أكله وألذ وأشهى من أعظم مركوب وأحسن ملبوس كان أبو جعفر النسفي رحمه الله من علماء الحنفية فقيرا متزهدا بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر والحاجة فعرض له فكر في فرع من الفروع كان أشكل عليه يعني مسألة شيء في الفقر فانفتح له فجأة أدرك حل هذه المشكلة انحلت اتضحت فقام قام قام يعني يمشي مشيهت قام فرحا يعني ويقول أين الملوك وأبناء الملوك فسألت امرأته ايش فيك ايش فيك ايش فيك ايش اللي صار يعني ايش الجديد ما في شيء جاء للبيت اين فأخبرها بما حصل له فتعجبت من شأنه رحمه الله فمن شغل من انشغل بأمر الآخرة وجد في قلبه من الغنى والفرح أعظم ما يجد الملوك وأبناء الملوك من الدنيا وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال ابن القيم رحمه الله أغنانا بالفرح بفضله ورحمته وهم القرآن والإيمان عن الفرح بما يجمع أهل الدنيا من المتاع والعقار والأثمان فمن فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يسد فقرة كما جاء في الحديث وأسد فقرك يعني أسد باب حاجتك إلى الناس وإلا تفعل ما أمرتك به من الإقبال على الآخرة والاكتفاء من الدنيا بالكفاف ملأت يديك شغلا اشتغالا من غير منفعة وهذا على فكرة حال كثير من أصحاب الأعمال اليوم يقول لك يا أخي فاتحين محلات ومستوردين بضاعات ولنا شغل في السوق ولكن لا يوجد أرباح لا يوجد أرباح هذا موجود هذا حال بعض الناس اليوم شغال عمال وموظفين ورواتب وطالع وداخل وفواتير وإجارات وإيش وبرائع واستيراد وجمارك وطالع ودخل لكن في الأخير يقول لك ما ما في أرباح ما في أرباح يعني ملأ الله ملأه الله شغلا بس بغير منفعة ما في فائدة أو ما في أرباح أو ما في بركة تجري فلوس من هنا تروح من هنا ما حسين فيها ما حسين فيها وما زال علينا مطلبات ومتطلبات وعلينا علينا مسؤوليات وأشياء قال ملأت يديك شغلاً ولم أسد فقرك يعني ستتعب وتتعب وتكدح ويبقى تبقى حاجاتك وتبقى احتياجاتك فإذن من انشغل بعبادة ربه وافرغ قلبه لها جعل الله الدنيا تقبل ما يأتيه ما قدره من الدنيا سيأتيه رقماً عنها وعن أربابها والله سبحانه وتعالى سوف يجمع عليه قلبه ونفسه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء